أخرى إليك دكتور مصطفى كما سمعت من عبد السلام يبدو أنه يكن مشاعر كبيرة لكم ولعائلتكم قال أنكم جزء من عائلة إسماعيل نعم أنا أفتخر بهذا الكلام وأعتز به ويعني طبعا تحيتي له ولوالدته الإنسان العظيمة التي قالت كلمات عظيمة عندما كانت تشيع زوجها ولأبنائه وبناته جميعا فعلا أنا أشعر أيضا أنني من العائلة أنا كنت في بيتهم مرارا وأكلت في بيتهم مرارا وتكرارا وعملنا معا مع الأخ إسماعيل هنية دائما حول موضوع محدد أكثر من أي موضوع آخر النضال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية ويعني إذا كان شيء يجب أن يقال فهو أمرين بالإضافة إلى كل الأشياء العظيمة التي قيلت عن الأخ القائد إسماعيل هنية في قضيتين لا بد أن أذكرهم أولا أنا دائما كنت أرى وأشعر وألمس بالملموس موقفه الحريص على الوحدة الوطنية وتجاوبه الدائم ومروناته الدائمة حتى كان يقدم تنازلات من أجل أن نصل إلى الوحدة الوطنية وكانت حكومة الوحدة الوطنية الوحيدة التي تشكلت حتى الآن حكومة الوحدة الوطنية وكنا معا في هذه الحكومة أنا كنت في هذه الحكومة معه وبالتالي حرصه على الوحدة الوطنية كان رائع الشيء الثاني الذي لا بد أن أذكره هو ابن مخيم الشاطئ ابن عائلة هجرت من فلسطين في عام 48 مثل كثير من العائلات التي تضررت بالنكبة وعاش وولد في مخيم الشاطئ وبقي في مخيم الشاطئ لم يتركه حتى بعد أن أصبح رئيس وزراء بقي في نفس البيت في مخيم الشاطئ يعني فقط في المرحلة الأخيرة بحكم موقعه كرئيس لحركة حماس والمكتب السياسي اضطر أن يأتي إلى الخارج ولكن طول حياته بقي هناك وكان ملتصقا بالناس يعني في صفة جيدة رائعة مميزة أتمنى أن يتميز بها الجميع وهو اقترابه والتحامه بالناس التصاقه بالناس التصاقهم بهمومه قبل قليل كنت أتحدث مع أحد الزملاء الذين كانوا يعملون معه وقال لي أنه كان يحيط نفسه بعائلات الشهداء أبناء الشهداء ويعطيهم أعملا ويرعى احتياجاتهم وجميعهم كانوا يشعر كأنه أب لهم وقريب منهم وبالتالي هذه هي الصفات التي نريد أن ننميها في القيادات الفلسطينية والتي نريد أن نفتخر ونعتز بها إن شاء الله طبعاً هو خسارة كبيرة جداً ولكن إن شاء الله مسيرة النضال لن تتوقف ومسيرة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حرية ستستمر شخص بهذه المناقب دكتور له هذه المآثر التي تتحدث عنها وتحدث عنها عبد السلام وكثر عندما نتحدث عن فقد فلسطين لهذه الشخصية واحتفالات الإسرائيليين وتوزيع الحلوة بغيابها الآن في هذه العملية عملية الاغتيال إلى أي مدى أنجزت إسرائيل باغتيال هنية بالنظر إلى قيام إسرائيل بعمليات اغتيال كثيرة في التاريخ الوطني الفلسطيني أحمد ياسين والرانتيسي وأبو جهاد وآخرين أولاً يا أخي الكريم الاغتيالات ليست حل لشيء معروف والاغتيالات أكثر من ذلك ليست دليل قوة بل دليل ضعف عندما يلجأ طرف ما إلى الاغتيالات هو في حالة ضعف وفي حالة أزمة هل الاغتيالات السابقة نفعت إسرائيل؟ طيب الشيخ أحمد ياسين اغتالوا وكان هو مؤسس ورئيس حركة حماس وكان الأخ إسماعين هنية الآن الشهيد كان يعاون الأخ الشيخ أحمد ياسين ماذا حدث؟ الشيخ إسماعين هنية أصبح قائداً كبيراً اغتالوا الرئيس الراحل ياسر عرفات اغتالوا قائد فلسطيني معروف الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى اغتالوا الأخ العروري كمان أيضاً شخصية متميزة وقائمة طويلة بالآلاف من الشهداء الفلسطينيين هل أوقف ذلك النضاء الفلسطيني أم زاده زاده احتداداً وزاده وزاد الناس إصراراً ما الذي سيؤثر فيه هذا الذي جرى؟ كيف سيكون تأثيره على مئات آلاف من جيل الشباب الفلسطيني الآن الذين سيرون في هؤلاء الشهداء قدويه؟ النقطة الثانية التي لا يفهمها الإسرائيليون لا يفهموا روح القياديين الفلسطينيين القائد الفلسطيني عندما يستشهد هو ينال ما يتمناه لا يوجد شرف أعظم من شرف الشهادة على الإطلاق وبالتالي هم يفكروا بطريقة مختلفة هم يخشون قول الوقت على حياتهم ويخشون على ممتلكاتهم ويخشون على مكاسبهم وعلى فسادهم ربما ولكن القائد الحقيقي يفكر طول الوقت في شعبه وأنا برأيي إسرائيل في أزمة ولكن الذي جرى هذه الاغتيالات المتتالية سواء في لبنان وفي طهران في قلب طهران على ماذا تدل؟ تدل على أنه في نمول الفاشية في إسرائيل اليوم الذي نشهده تحول رهيب مش بس الحكومة فاشية اليوم في تحول على مستوى المجتمع هذا الانعطاف الشديد نحو التطرف والإجراء في هذه النقطة كذلك دكتور اليوم هناك أحد التقارير الصحفية في أحد الجرائد الإسرائيلية يقول ببساطة أن حادثة اغتيال إسماعيل هنية هو تكتيك نجاح على مستوى التكتيكي ولكنه فشل استراتيجي كبير طبعا هل المجتمع الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية تفهم ذلك؟ لا لا يفهم ذلك لو يفهموا ما بيعملوا ولكن لا يفهموا لأنه عندهم تطرف شديد وعنصرية شديدة إلى درجة التحول نحو الفاشية أنت تفاوض على وقف إطلاق نار وهناك طرفان يتفاوضان طبعا بطريقة غير مباشرة مش ما فيش اتصال مباشر طرف يقتل الطرف الآخر الذي يفاوضه ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في أزمة اليوم حسب التقارير رغم بشعة موقف الولايات المتحدة التي لو لا دعمها ولولا أسلحتها ولولا كل هذا الدعم الذي قدمته لنتنياه لما تجرأ على أن يقوم بكل هذه الجرائم رغم ذلك اليوم يعني الجميع يتحدث عن أزمة بين بايدن ونتنياه لأنه لم يعد يستطيع أن يحتمل يجر الولايات المتحدة نفسها طبعا على سوء مواقفها إلى مواقف أسوأ وبالتالي أنا برأيي هذه منظومة تعاني من أزمة عميقة والاغتيالات هي محاولة للظهور بمظهر النصر بعد أن فشل نتنياهو في تحقيق أهداف حربه الأربعة فشل في اقتلاع المقاومة اليوم المقاومة أطلقت صواريخ مظبوط أو لا؟ أعمال المقاومة مستمرة فشل في السيطرة العسكرية على غزة فشل في استرداد الأسرة بالقوة باستثناء تلك الحادثة التي أنا متأكد ساعدهم فيها الجانب الأمريكي ورابعا فشل في أهم هدف لإسرائيل وكان التطهير العرقي اليوم كما قال حتى ترامب ترامب يتصور أكبر مناصر لإسرائيل يقول أن إسرائيل في حالة عزلة والعزلة تتعمق لذلك الاغتيالات تؤلم وخسارة القادة يؤلم وطبعا مش بس القادة شهداء احنا منحكي عن خمسين ألف شهيد فلسطيني كل عائلة أصيبت في فلسطين كل عائلة في غزة أصيبت احنا منحكي عن ستة في المية من سكان قطاع غزة أصبحوا شهداء أو جرحة منحكي عن مليون وستمائة ألف اليوم يعانون الأمرين من الأمراض بسبب الحصار الإسرائيلي والإجرام ولكن هل كل ذلك كسر إرادة الشعب الفلسطيني؟ لم يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكل هذه التضحيات أهم شيء أن لا ينجحوا في نشر الإحباط واليأس في صفوفنا كنت سأحدثك عن هذه النقطة بالفعل يعني انتشار هناك في الواقع حالة من الحزن وهناك حالة من الإحباط في هذه اللحظة لدى جمهور واسعة سواء جمهور فلسطيني أو جمهور عربي أو حتى الجمهور المساند لفلسطين من هذه العمليات عمليات الاغتيال في هذه العواصم وتحديدا إسماعيل هنية ما الذي يمكن أن تضيفه في هذا السياق؟ أهم شيء أن يفهم الشعب الفلسطيني وشعبنا وأهلنا أنه أكبر عدو لنا قبل الذين يقتلوننا ويجرموا فينا هو الإحباط واليأس أي معركة في الدنيا هدفها في نهاية المطاف كسر إرادة الطرف الآخر يعني تستطيع أن تشن حربا حتى بالأسلحة النووية وإذا لم تكسر إرادة الطرف الآخر أنت لم تنجح لذلك كل الحروب هي هدفها في نهاية المطاف كسر إرادة الطرف الآخر ما الذي يجري لا بيكسر إرادة الشعب الفلسطيني؟ بالعكس ازدادت صلابة وازدادت قوة خسائر كبيرة وتضحيات كبيرة هذا لا شك فيه وألم كبير بدون شك ولكن المهم أن لا تكسر إرادتنا المهم أن لا يتوقف نضالنا المهم أن لا نخسر ثقتنا بأنفسنا وبنضالنا وبكفاحنا وبقدرتنا على إن شاء الله إنجاز الحرية لشعبنا هل هناك بديل أفضل؟ يعني لو كانت هناك لو كان الإحباط هو الذي سيسود وتنكسر الإرادة ماذا ستكون النتيجة؟ عبودية للاحتلال وتطهير عرقي كامل لسكان فلسطين بالكامل إذن لا طريق أمامنا يعني الذي جرى وهذه الصعود للفاشية وهذا الإجرام الذي نراه ماذا يؤكد لكل فلسطيني وفلسطينية وشاب وطفل وامرأة ورجل أنه لا طريق سوى طريق الكفاح لا توجد خيارات أخرى لا توجد خيارات أخرى وأهم شيء أن لا نصاب بالإحباط واليأس وهذا الوضع سيتغير سترى في الأيام القادمة سترى تغير في الصورة ولا أريد أن أبالغ الآن ولكن كل جريمة ترتكب سيكون لها ثمن طيب دكتور سؤال أخير عن الموقف الأمريكي الذي ذكرته منذ قليل الذي يتعلق ببايدن شخصيا وهذه المكالمة الهاتفية التي أجرها اليوم مع نتنياهو وقال إنه في حال استمرار نتنياهو في تصعيد الوضع في المنطقة لن تكون الولايات المتحدة موجودة للدفاع عن هذا الموقف الأمريكي الذي يظهر الآن يخالف الموقف الذي ظهر بعد هذه الاغتيالات مباشرة على لسان وزير الدفاع الأمريكي عندما قال إنه في حال قيام حزب الله بالهجوم على إسرائيل ستكون أمريكا موجودة للدفاع عنه كيف نفهم هذا التناقض فيه تناقض كبير ولذلك يجب التدقيق في ما يقيل بس حتى لو قال لو صرخ بايدن على نتنياهو وهو صرخ عليه على ما يبدو ولو قال له يكفي لأنه بالفعل هو كلف بايدن الانتخابات أنا قلت في الحرب في الشهر الثاني للعدوان قلت بايدن سيخسر فرصته في أن يجدد نفسه في الانتخابات بسبب موقفه في هذه الحرب وهذا بالضبط ما حصل بايدن انتهى أهم سبب الانتهائه مش بس أنه مرات بعرفش يحكي السبب الرئيسي أنه تورط في دعم هذه الحرب الدموية وحرب الإبادلة وبالتالي طبعا خلق في عنده غضب على ما يقول به نتنياهو بس من ناحية أخرى الأقوال لا تتسق مع الأفعال الأفعال إرسال بوارج حربية إلى البحر المتوسط لحماية إسرائيل الأفعال ما قاله أستن وزير الدفاع الأمريكي عندما غرجه ويقول بده يدافع عنهم بدافع عنهم وهم يرتكبوا الجرائم زي رجل عصابات منفلت من عقاله يقتل هنا ويغتال هناك ويعتدي على الناس ويدمر في غزة وبعدين بتقول له بدي أدافع عنك بتدافع عن مجرم بتدافع عن شخص يرتكب أسوأ الجرائم رغم أن هذا الفاعل من نتنياهو هذه الاغتيالات جاءت بعد عودته من الولايات المتحدة وأنا متأكد أنه أخذ ضوءا أخضر على الأقل بالاغتيال الذي جرى في لبنان أنا لا أعرف إن كانوا أعطوه ضوء أخضر هم يقولون أنهم لم يعرفوا عما جرى وأنه اعتبروا ما قام به باغتيال القائد سماعين هنية أنه يعني أمر لم يكون هم يقولوا أنهم لم يكونوا يعرفوا عنه ربما ولكن على جميع الأحوال المهم مش الأقوال الأفعال والولايات المتحدة يكفيها ما فعلته 20 مليار دولار من الأسلحة قذائف مجموعة القذائف التي ألقيت على قطاع غزة 80 ألف طن من المتفجرات أربع أضعاف كل قنبلة نووية استعملتها الولايات المتحدة في هيروشيما وناجزاكي في الحرب العالمية الثانية شيء مريع وما يقرب من 34 ضعفا من حجم القذائف التي استهدفت دريزدن وهمبورغ في الحرامة الثانية طبعا 36 كيلو جرام من المتفجرات لكل رجل وامرأة وطفل في غزة هل يعقل ذلك؟ هل هذا الدمار الذي جرى في غزة لم يسبق له مثيل بالنسبة لدريزدن في ألمانيا طول الحرب العالمية الثانية ما دمر 10% من المساكن والمؤس في غزة 90% تقريبا الآن فلذلك طبعا مقارنة مذهلة وهذا لن يمر أولا جيل بكامله جيل أجيال من الشباب في العالم كله وفي العالم الغربي الآن متمرد على هذا الذي يجري وأنا متأكد ستحتل تغييرا حتى في الحكومات حتى في حكومة الولايات المتحدة ولكن السؤال الأكبر وين قيم الديمقراطية وين كل تلك المحاضرات عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وين الادعاءات الغربية كيف يقول مستشار ألمانيا أنه سيواصل تزويد إسرائيل بالسلاح كيف تخرج فرنسا وبريطانيا وأمريكا في مجلس الأمن لتعطل مجرد مناقشة هذا الإغتيال الذي جرى واتخاذ قرار بشأنه إذن نحن أمام حالة نفاق غربي لا مثيلة لها ويعني لم يعد هناك مجال للقبول بأي حالة من الأحوال بإدعاءاتهم ولماذا ازدواجية المعايير روسيا شو عملت بالنسبة للي عملته إسرائيل 11 ألف عقوبة على روسيا في خلال شهرين من الحرب في أوكرانيا وعلى إسرائيل يقولون سندافع عنكم ونعطيكم أسلحة وندعمكم الذي يجري خطير جدا وكل القيم الغربية الآن على المحك والآن الذي التضرر مش بس الشعب الفلسطيني وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي تضرر كل النظام الدولي نحن في مرحلة خطيرة جدا وهذا مغزى ما قاله نتنياهو في جلسة العار في الكونغرس الأمريكي عندما أعلن عن حلف يريد حلف عسكري أمريكي إسرائيلي مع دول حتى في المنطقة ضد مين ضد الشعب الفلسطيني قبل أن يكون ضد إيران هذا هو الواقع ولذلك أنا بقول إذا كان فيه إلينا مطلب نعيده ونكرره مرة أخرى كل دولة عربية طبعت مع إسرائيل أقل ما يجب أن تفعله الآن إلغاء هذا التطبيع ويجب محاصرتهم بالعقوبات وبالمقاطعة لأنه بدون ذلك لن يتغير الحال شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية شكرا لك شكرا لكم